نختم أخبارنا بخبر عن محمد صلاح اللي اتعرض لهجوم كبير جدا في الفترة الأخيرة بسبب طبعا نتائج منتخب مصر صلاح لعيب كبير مفيش شك ومازال الحقيقة فخر للعرب وفخر للمصريين ومسأل أعلى للعيبة اللي جاي للأجيال اللي جاي من كرة القدم المصرية لكن يمكن مشواره مع المنتخب ما كانش على مستوى طاقعات جمهير كرة المصرية صلاح النهاردة في أخبار أنه بيتلقى عرض يمكن يكون الأكبر في تاريخ الانتقالات في كرة القدم على مدار تاريخها منذ بدأ البشر أنهم يعرفوا رياضة اسمها كرة القدم لو تم طبعا لو تمت الصفقة لكن بيقال أو بيتردد أنه التحاد جاهز لتقديم عرض جديد للنجم المصري محمد صلاح لإدارة ليفربول لشراء عقد محمد صلاح بـ 235 مليون يورو رقم القياسي اللي قبل كده مسجل باسم نمار انتقاله من البارسا للـ PSG بـ 222 مليون يورو كان هو الرقم الأعلى وإذا ما نجحت الصفقة هيكون محمد صلاح صاحب أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم مع العلم أنه بيتبقى ليه في عقده بس سنة وحيدة مفترض أنه عقده مع ليفربول ينتهي فيه صيف 20-25 وبالتالي أعتقد لو صحة الأخبار أعتقد أنه صلاح الموسم الجاي ممكن بشكل كبير جدا يرتدي تيشرت أو زي الخاص بفريق التحاديات موسيقى